يتابع آلاف الأوزبكيين تشيع جثمان رئيسه من راحل إسلام كريموف وذلك في موكب كبير وسط العاصمة طشقند بحضور شخصيات رسمية ورؤساء دول ليتم دفنه لاحقا في مسقط رأسه بسمرقند لم يترك كريموف البالغ من العمر 78 عاما خلفا رسميا له لتولي مقالد الحكم والغموض بات واضحا على مستقبل أوزبكستان محللون يقولون إن انتقال السلطة سيتقرر عن طريق مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين وأفراد أسرة الرئيس الراحل حيث تدور الاحتمالات حول عدة مرشحين لعل أبرزهم رئيس الوزراء الحالي شوكة ميرزييف تليه لولا ابنة كريموف كريموف أحد رجال العهد السوفيتي الذي قاد البلاد لأكثر من نصف قرن معتمدا على النهج الشمولية رحل عن عالمنا تاركا إرثا من الفوضى والضبابية السياسية لأكثر الدول وسط آسيا سكاننا حيث وجهت دول الغرب وجماعات حقوق الإنسان انتقادات عديدة لذلك الأسلوب الشمولي الذي انتهجه طوال فترة حكمه تربطه علاقة وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعرب عن مواساته بقوله إنه خسارة فادحة لأوزباكستان في منهارت العلاقات مع الولايات المتحدة بعد مذبحة أنديجان في 2005 لتعود وتتحسن بحذر بعد عام 2007 كاريموف الذي كان يرى نفسه حاميا لدولته الواقعة في آسيا الوسطى حيث قاد الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الاستخلال عن موسكو عرف بعدم تسامحه المطلق مع أي شكل من أشكال المعارضة خلال 27 عاما التي قضاها في سدة الحكمة إذ قاوم بصلابة ضغوطا لإصلاح الاقتصاد الأزباكي الضعيف وحرص بيقظة شديدة على استقلال بلاده عن روسيا والغرب ولد كاريموف في 30 من يناير كانون الثاني عام 1938 وهو ابن لأم طاجيكية وأب أزباكية ونشأ في دار حكومية لرعاية الأيتام وارتقى لاحقا بسرعة في صفوف الحزب الشيوعي السوفيتي وكان عضوا بالمكتب السياسي السوفيتي ورئيسا للحزب الشيوعي الأزباكي منذ عام 1989 إلى أن انهار الاتحاد السوفيتي عام 1991